اشتركوا في القناة عن شكر العميق للرئيس تابون على استضافة اليوم لمناقشة العلاقة الثنائية القوية والمتنامية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر نحن نقدر تعاوننا الوثيق مع الجزائر في المجالة الاقتصادية والأمنية والثقافية لقد جدت رغبتنا في أن نتمكن قريبا من إنشاء رحلة جوية مباشرة بين الجزائر ونيويورك مما سيرتقي بجوانب علاقاتنا إلى مستويات جديدة كما نقشنا تزايد تعاوننا متعدد الأطراف في المحافل الدولية لإيجاد حلول للقضايا العالمية وهو ما أكده لقاء الرئيس تابون مع الرئيس بايدن خلال قمة مجموعة السابعة في إيطاليا الأسبوع الماضي لقد شكرت رئيس تابون على دعم الجزائر في مجلس الأمن التابعي للأمم المتحدة وأكدت على عملنا المشترك للدفع نحو وقف فوري لإطلاق النار في غزة إن الولايات المتحدة والجزائر ترغبان في إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتأمين دولة آمنة ومزهرة للشعب الفلسطيني كما كان للشرف في مشاركة العمل التأوب لسفارة الولايات المتحدة هنا في الجزائر لربط الجزائريين والأمريكيين بما في ذلك مبادرتنا لحماية التراث الثقافي الجزائري ودعم دمج اللغة الإنجليزية في النظام التعليمي الجزائري وتعزيز الإنتاج الصراعي في الجزائر تحدثنا أيضا عن سيارة المثمرة لوكالة ناسا إلى الجزائر ووفدان من المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري الذي رفقته مؤخرا إلى نيويورك هذه التبادلات تعزز عملنا المشترك وروابطنا بين الشعوب وأخيرا أتمنى لرئيس تابون ولجميع الشعب الجزائري يعيد استقلال مجيد إن تقارب يوم الوطني الأمريكي والجزائري في الرابع والخامس من جوية يعكس تقارب علاقتنا وتاريخنا وأتطلع إلى مواصلة تعزيز التعاون بين دولتين العظمتين شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر